القدس وهذا بالنسبة لنا خرح أحمر وخطير وهو سيكون بمثابة قبول ضم إسرائيل غير الشرعي وغير القانوني والمخالف للقانوني الدولي وشرعية الدولية ضم القدس وبالتالي الرسالة تطلب أنسية رئيس بوتين التدخل بكل ما لديه لثني ومنع هذه الرسائل ذهبت أيضا إلى الجمال العربية إلى مؤتمر التعاون الإسلامي إلى عدم الانحياز وإلى العديد من الرؤساء في العالم لأن القيام بالنقل السفارة إلى القدس سيكون له نتائج خطيرة للغاية لا أريد الخوض المسألة الثانية التي تم بحثها اليوم هو أولا تقديم شكرنا كدولة فلسطين وشكر سيارة الرئيس عمود عباس إلى الرئيس بوتين والقيادة الروسية والدبلوماسية الروسية على تصويتهم في مجلسة المن لصالح القرار 23 34 2016 هذا القرار الذي أكد على القانون الدولي وأسس القانون الدولي والقانون الدولي للساني ومعلماتنا ومعرفتنا أن هذه هي نقاط التكالي للبلوماسية الروسية ليس فقط على صعيد فلسطين أو المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بل على صعيد موقف الروسي من كل قضايا العالم أيضا سيكون لدينا في موسكو يومي الأحد والاثنين القادمين لقاءات بين كل فصائل العمل السياسي الفلسطيني للبحث في الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالح الفلسطينية ونحن نثمن عاليا دور الاتقاء في روسيا في هذا الملف لكن بصراحة تامة ندرك تماما إن لم نساعد أنفسنا كفلسطينيين لن يساعدنا أحد ولكن علينا كفلسطينيين أن ندرك أيضا أن لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة وبالتالي عندما هذه الأيام عندما تكون موسكو في دمشق وواشنطن في دمشق وبرلين في دمشق ولندن في دمشق وبريس في دمشق هؤلاء ليسوا في نزحة في دمشق العالم يتحدث بلغة مصالح هناك خارطة سقطت ولم تعد قادرة على الاستمرار وهي خارطة ساكس بيكو وهناك خارطة جديدة قيد الرسم ونحن رسالتنا للعالم أن هذه الخارطة يجب أن تتضمن دولة فلسطين على حدود 67 بعاصمة القدس الشرقية لأن هنا يكمن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار نحن في طليعة من يحارب الإرهاب وتطرف ونحن نريد الانتصار على الإرهاب وتطرف وداعش أو غيرها من هذه الحركات الإجرامية مجموعة من الصابات القاتلة نحن كفلسطين نقف صف إلى جنبا إلى جنب مع كل من يحارب هذه الحركات ولكن في نفس الوقت نقول أنه لم تطور موسكو ولا واشنطن ولا لندن القدرة على قتل الأفكار بالرصاص الأفكار لا تقتل بالرصاص ولا يستطيع أحد أن يمنع الأفكار من الانتقال دون فيز وتأشيرات الشيء الوحيد الذي ينتقل عبر حدود 194 دولة دون تأشيرات هي الأفكار وبالتالي وجد نظرنا كشعب فلسطيني كقادة فلسطينية من الانتصار على التطب والإرهاب يتطلب محاربة هذه الأفكار الشريرة بأفكار نيرة خيرة وهنا نبدأ بجزئية الأساسية في ذلك هي تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي تجفيف إرهاب الدولة المنظم الممارس في حق شعب فلسطيني يعني لا فرق بين مجرم قاتل يقطع رقبة صحفي أجنبي في سوريا والعراق تحت اسم داعش وبين مجرم قاتل يحرق الرضي علي دوابشة 18 شهر وأمه وأبي وأخي ثقافة الإرهاب ثقافة العنصرية ثقافة التعصب أيضا لا حدود إلها والأمر الآخر علينا كعرب أن ندرك من الخطر الذي يواجهنا الآن هو الديموغرافيا 55% من أبناء الشعب العربي اليوم الشعب العربية هم أقل من 20 سنة هذا جيل المطالب والحياة الجديدة ومطلبات الحياة الجديدة وبالتالي لا بد من إجراءات تعيد النظر في هيكلنا الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية وما إلى ذلك لا بد أن نواكب العصر بذلك يعني باعتقادي بهذه الأدوات وبهذه الأفكار نستطيع الانتصار على الإرهاب ولكن استمرار لغة الإملاءات والاعتقالات والارتيالات والحصار والإغلاق هذا إرهاب دولة منظمة ضد الشعب الفلسطيني هذا الاحتلال اللي سيكون عمره خمسين عام في شهر حزيران القادم آن أو آن أن ينتهي لأنه نحن كشعب فلسطيني كقيادة فلسطينية كمنظمة تحريف فلسطينية كدولة فلسطين اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود والعيش بأمن وسلام على حدود أربع حزيران سبعة وستين وبالتالي المطلوب هو أن نحصل على اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود سبعة وستين لا أن يستبدل نتنياهو وحكومته مبدأ الدولتين بدولة بنظامين One State Two Systems One State Two Systems تعني فقط الأبرثايد من يعتقد أنه يستطيع أن يكرس الأمر الواقع الآن هناك طرق في الضفر الغربية والقدس لا نستطيع استخدامها كفلسطينيين فقط الإسرائيليين يستخدموها والأمراض مثل العنصرية والأبرثايد عندما تدخل تحت عروقنا كبشر عبر التاريخ كان هناك توجه لدى العقول الإنسانية في مختلف القرارات والأجناس لتبرير هذه الظواحة تارة نستخدم السيكولوجيا وتارة السيسيولوجيا وتارة الإيكونوميكس والاقتصاد والآن إسرائيل تستخدم الأمن كمبرر لهذا النظام المقيت نظام العنصرية والاستبداد والأبرثايد وتطرف هذا يجب أن ينتحي إذا أردنا فعلا الانتصار على إرهاب في منطقتنا المؤتمر باريس نحن نبذل كل جهد ممكن مع كل الأطراف الدولية للحفاظ على خيار الدولتين وبصراحة لروسيا ميزة عن الآخرين روسيا من أوائل الدول التي تحدثت وآمنت بخيار الدولتين على حدود 67 أي دولة إسرائيل تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة فلسطين على حدود 67 لدينا سفقرة كفلسطين في موسكو منذ عام 1988 وهذا حقيقة لذلك قلنا لأصدقائنا في فرنسا لماذا لا تعترفوا بدولة فلسطين يعني الذي يريد أن يحافظ على خيار الدولتين عليه أن يعترف بالدولتين لذلك نحن نبذل كل جهد ممكن مع فرنسا مع 77 دولة ستشارك في مؤتمر باريس بما فيها روسيا ما فيها الولايات المتحدة ما فيها الدول العربية دول أمريكا اللاتينية أفريقيا آسيا اتحاد أوروبي تحت مسألة مبدأ واحد الحفاظ على خيار الدولتين على حدود 67 وفي الحقيقة القرار الأممي 23 34 2016 في المجلس الأمن ثبت عامل جديد لم يكن موجود في أي من القرارات السابقة ألا وهو مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67 واعتبار كل ما قامت به إسرائيل من خطوات وإملاءات على حدود 67 هو لاغن وباطل ولن يقبل وأيضا إقرار مبدأ جديد في هذا القرار وهو التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانطباق مثال جينيفر الرابع لعام 49 على أرض فلسطين لا بما فيه الشرقية إذن نحن نرحب بهذا الجهد الدولي المبدول ولكن في نهاية المطاف نقوله بصوت مرتفع أنا الأوان لمبدأ المسائلة والمحاسبة إن أردنا فعلا الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة هذا لن يتأتى إلا بتشفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي إن أردنا فعلا أن نقلب صفحة وأن ندخل إلى دوائر الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هذا لن يحدث مستمر الاحتلال الإسرائيلي خمسة عقود على الاحتلال مائة عام على سايكس بيكو 99 عام على وعد بالفور مائة عام للمعاناة الفلسطينية والنكب الفلسطينية هذا كافي أنا الأوان لوضع حد لكل ذلك نحن اعترفنا بحق إسرائيل بالوجود نحن اعترفنا بدولة إسرائيل على حدود 67 نحن دخلنا عملية سلام ذات مغزى على أمل أن نصل إلى إنهاء هذا الصراع عبر المفاوضات وعبر الطرق السلمية ولكن الأسف الشديد عندما بدأت هذه المفاوضات مع إسرائيل عام 1994 كان هناك 200 ألف مستوطن في الضفة والقدس اليوم العدد ارتفع بفعل حكومات الإسرائيل متعاقبة إلى 600 ألف أمام الحكومة الإسرائيلية خيار ونحن نأمل عندما تخير الحكومة الإسرائيلية بين الإملاءات والمستوطنات وبين المفاوضات والسلام أن تختار السلام والمفاوضات لأن الاستيطان والسلام متوازيان لن يلتقي مرة أخرى نثمن عاليا ونشكر عاليا جهود الأصدقاء في روسيا فيما يتعلق بملف المصالح الفلسطينية لا أريد أن أحمل روسيا أكثر ما تحتمل أو أي طرف تدخل سواء كان في السعودية أو مصر أو قطر أو غيرها من الدول العربية والدول العالمية أو سويسرا لاحقا لأن هذه المسألة كما قلت إن لم نساعد أنفسنا كفلسطينيين لن يساعدنا أحد آملين من الأصدقاء في روسيا استكمال مساعيهم يعني فيما يتعلق يعني العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية لم تكن في وضع يعني أدنى مما هي عليه الآن هذه حقيقة لا أريد إنكارها يعني الثقة أصبحت معدومة الأوضاع في جد خطيرة وبالتالي نحن نأمل من الأصدقاء في روسيا بذل كل جهد مستطاع وكان هناك محاولة للرئيس بوتين شهر سبتمبر الماضي لجمع السيد رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس محمود عباس في موسكو وافق الرئيس محمود عباس ولكن نتنياهو طلب إرجاء ذلك وتأجيل ذلك يعني نحن نأمل من الأصدقاء في روسيا استمرار كل جهد ممكن للحفاظ على خطير والتين ولإخراج الوضع الحالي من المازق الذي تعيش عملية السلام وشكرا جزيلا وانا على استعداد للأخذ الأسئلة الآن اشتركوا في القناة الشرط الشروط اللازمة لإنجاح هذه اللقاء الشروط من جانب يعني طبعا الجانب الفلسطيني بالدرجة الأولى السؤال الثاني له علاقة طبعا باللقاء الفلسطيني المنتظر يعني حسيتك دكتور مش كتير متفائل الصراحة شو هو الحد الأدنى المطلوب من هيك لقاء يعني حسب ما فهمنا أنه من جانب الروسي رح يكون يعني حضور خبراء مش دبلوماسي بهذا اللقاء هل هذا صحيح ولا لا أولا وتانيا شو الحد الأدنى المطلوب من هيك اللقاء يعني النتيجة اللي ممكن تكون على الأقل ممكن نعتبرها أنه إيجابية إن شاء الله النقطة الثالثة روسيا طبعا موقفها واضح حول قضية الاستيطان وعموما حول ملف التسوية حول الوضع الفلسطيني موقفها واضح دائما موجديد لكن في ملاحظة أنه الموقف الروسي أو التحرك الروسي حول القضايا معينة لها علاقة بضائع الاستيطان بضائع المستوطنات هو أقل من المستوى الأوروبي مثلا أنه بروسيا في بضائع إسرائيلية كثيرة نحن ما نعرف من شاءها وما في أي قيود تفرض على دخول بضائع المستوطنات إلى روسيا هل هذا الموضوع مرشح للإثار لأنه يكون مثار بشكل أو بآخر شكرا أنا أقترح أخذ كل الأسئلة لا سؤال سؤال لا أخذني واحدة أحسن لا أخذني أخذ كل الأسئلة أنا أفضل أنا أفضل أخذ كل الأسئلة وأجاب عليها لأنني عندي طيارة لا 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 مش رح أتضيع مش رح أتضيع عم بسجل أنا بوعد أنا بسجل الاسم تلت أسئلة واحد تتعلق في اللقات في موسكو شروط واحد لقاء المصالحة يلتقي شلو مستوى واحد تتعلق في الاستطان وبضع الاستطان يعني مش رح أتضيع أي سؤال أنا بفضل أخذ كل الأسئلة لو سمحتوا يعني احترموني في هذه الشغلة بس بدي يعني أني أعرف الاسم عشان أسجل الأسئلة فصيح بدرخان معهد الاستشراق مين فصيح بدرخان معهد الاستشراق ما هي توقعاتكم للدور الأمريكي في باريس لأنه كما هو معروف هناك تغير للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وهل سيكون لكوشنر دور في تغيير مسار العلاقات الروسية الإسرائيلية أم لا شكرا جراد كوشنر كوشنر المستشار الرئيسي لترامب جراد كوشنر جوز بن ترامب سليم مالكي وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص مؤتمر باريس ما هي الأمال التي يعلقها الفلسطينيون على مؤتمر باريس أو يعني بكلام آخر ماذا تنتظرون أن يحقق هذا المؤتمر كنتائج تساعد الفلسطينيين على تحقيق ما يصبون إليه تساعد الفلسطينيين فسر لكم الجانب الروسي موقفه من التصويت في مجلس الأمن على القرار المتعلق بالاستيطان لأننا هنا في روسيا سمعنا انتقادات لإدارة أوباما بأنها مررت هذا القرار وكأنه يعني مثل القنبلة الموقوتة لكن روسيا صوتت إلى هذا القرار لأنها دائما تدعم حقوق الشعب الفلسطيني لكن قالت أن إدارة أوباما المغادرة لبيت الأبيض هي إنما يعني عقدت الموضوع للإدارة القادمة المعروفة يعني ترامب معروف بدعمه الكامل لإسرائيل شكرا معالي أستاذ أندري كرسان في كالا سبوتنك روسيا لخدمة العربية سؤالي أندري كرسانف أندري أندري كرسانف أول شيء أهلا وصحة بكم مجددا أهلا وصحة بكسر أندري سؤالي عن مباحثات التي ستكون هنا في موسكو بين الفصائل الفلسطينية ما هو الجدول الرئيسي يعني الموضع هناك حاجة للمصالح الفلسطيني بالدرجة الأولى بين فاتح وحماس يعني ما هو الجدول ما برنامج إذا تعرفون عن هذه المباحثات تحديدا وشكرا شكرا باريس هل تلمستم بأنه الجانب الروسي فعلا لن يصوت على مثل هذا القرار شكرا 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 موسى 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 أغلب العاصمة الأوروبية ومنها موسكو موجودة في دمشق ولكن نسيتم أن القدس هي العاصمة الأولى الموجودة في دمشق وذكرتم أيضا بأن الحل للمسألة الفلسطينية اليوم هو عبر حل مضيط أراضي 67 ولكن ألا ترون أن حل مشكلة السلام في الشرق الأوسط بالكامل هو من خلال هذه المادة؟ أي مادة؟ عفواً حل 242 إيش 242 خرار هيئة بمتحدي 242-338 ونص على دولتين 67 القرارة 242-38 عندما تجوز احتلال راضي غير بالقوة دولتين 67 صدر وضح لي شو سألك حكي لي بصراحة يعني ماذا عن أراضي 48 لك تسأل ولا شو؟ أن يشمل الصراع العربي المسألة للأزمة السورية حاليا هي جزء من الحل الفلسطيني الموجود بعودة أراضي 67 يعني قصدك الجولان العربي السوري المحترم؟ أيها أوكي 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 أنا إن شاء الله مش راح أغيب ولا أي سؤال زي ما وعدت ببدا بالأخرائد اللقاءات في موسكو زي ما وصفتها وين أخرائد؟ أخرائد زي ما وصفتها هي لقاءات مش مفاوضات يعني فيه فرق بين أن أقول لقاءات وبين أن أقول مفاوضات لذلك إحنا لما أجد الدعوة من السيد الرئيس بوتين للقاء في موسكو وافقنا إحنا منيجي لموسكو ونطرح مواقفنا لكن هو يعني حتى ما نبالغ هو لقاء لقاء حتى يشوف كيف بناء الجسور بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومعروف إحنا في النهاية لما بنقول يعني أنه الاستيطان العقب الرئيسي أمام السلام ولما بنقول أنه التزامات إسرائيل يعني ما تظلموناش وتقوله شروط فلسطينية يعني إذا فيه مفاوضات وبنقول وقف الاستيطان هذا مش شرط فلسطيني هذا التزام على إسرائيل من اتفاق أوسلو إلى الآن كل اتفاقات نصت على عدم جواز قيام أي طرف باتخاذ إجراءات من شأنها الإجحاف واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي على موضوع الاستيطان والقدسويرة وبالتالي نحن يعني أدركنا أهمية الدعوة الروسية للقاء حتى نستطيع إعادة بناء الجسور الموصلة إن تمكننا للمفاوضات لا بالنسبة للمصالحة سيلتقي السيد لافروف بالشخصيات الفلسطينية وهي تمثل كل الطيف السياسي الفلسطيني باتقاد يوم الاثنين ساعات سفير يوم الاثنين سيقابلهم يعني على مستوى هو السيد لافروف وسيلتقي بهم بضائع المستوطنات نحن معك نحن توجهنا برسائل لجميع دول العالم بما فيها الأصدقاء في روسيا أكثر من مرة لمقاطعة منتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وهذا شيء أخلاقي وقانوني وهذا مخالف لقانون الدولي ومخالف لقانون الروسي وبالتالي كل دول العالم مدعوة لمقاطعة المستوطنات وبضائعها وأكاديميا واستثماريا واقتصاديا وهنا رسائل خطية نبعثها كل شهرية ثلاثة لكل هذه الدول حتى يستطيعوا الاستجابة لنا أخ فصيح بادرخان في النسبة للدور الأمريكي في باريس يعني كما تعلم أخ فصيح الدول عبيد لمصالح ويعني نحن فيما يتعلق في في باريس يعني ندرك أنه باريس هي حليفة لواشنطن يعني هذا ليس سر على أحد وندرك أنه في يعني خلافات عميقة بين موسكو وباريس مؤخرا فيما يتعلق بيقرانيا العقوبات السورية وما إلى ذلك لكن في النهاية نحن كطرف فلسطيني نحن يعني قوة بسيطة في العالم لدينا طاقة ضئيلة يعني ندرك تماما أنه إلى الآن لا اختلاف يعني بين موسكو وبين واشنطن وبين العالم كله أنه العالم أجمع كما جاء في القرار 23-34 أنه الحل يتمثل بمبدأ دولة فلسطين تعيش بأمن وسلام إلى جامدورة إسرائيل على حدود 67 يعني لا يختلف أحد عن هذه النقطة لذلك أنا شخصيا لا أستطيع التكخن فيما الذي تأتي به الإدارة القادمة في أمريكا يعني أنا لا أدعي أن يعرفهم وأقول لك أنه لحد الآن يعني تحليلي للمسائل أنه هذه مسألة ستكون بمعنى عدم الوضوح وعدم القدرة على التنبؤ وأنا آمل يعني من إدارة الرئيس ترامب أن لا تغير في الأسس لركائز السياسة الخارجية الأمريكية التي اعتبرت ضم القدس باطل ولاغي وغير قانوني والتي اعتبرت الاستيطان غير قانوني كما جاء حتى في تصويتهم لقرار مجلس العمل أنا أعمل من هذه الإدارة القادمة أن تلتزم بهذه المواقف لأن أن نقول نقل السفارة إلى القدس المسألة ليست حجر وليست عمارة وليست يافة تطلوضة المسألة تعني أن الذي ينقل السفارة إلى القدس هو يقبل بضم القدس الشرقية المحتلة لإسرائيل وبالتالي نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين نقول وبصوت مرتفع لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بأقصاها وقيمة عاصمة لها سينتهي كل شيء أنا لا أريد الخوض في التفاصيل ما الذي سنقوم به ولكن أقول بصراحة تامة أنه يعني لن تكون الأمور على ما هي عليه يعني لا يمكن الاعترافنا في إسرائيل كمنظمة تحيير لنستمر لأنه نستمر يعني الاعتراف بالقدس كقرار الضم وبالتالي لا نحن نأمل من إدارة الرئيس ترامب أن تستمر في السياسات الأمريكية التي رفضت حتى قررت الكونغرس بنقل السفارة التي رفضتها والتي اعتبرت أنه قرار القدس لاغي وباطل وغير شرعي أخ سليم نحن نأمل للمجتمعين في مؤتمر باريس أن يخرجوا بتحديد مرجعيات محددة لعملية السلام وهنا ليس بحاجة لإعادة اختراع العجلة أو أكل التفاحة من جديد يعني المسألة واضحة ومحددة هناك قرارات مجلس الأمن التي كان آخرها القرار 23-34 هذا أساس عادل أساس قانوني لأي مفاوضات المبدأ التوصل إلى تانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 67 وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمة القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي وعراسة قضية اللاجئين والأسرة استنادا لقرارات شرعية الدولية ذات العلاقة من 242 وصولا إلى القرار 23-34 محل عادل لقضية اللاجئين استنادا للقرار 124 نريد أن نقوم بذلك من خلال عملية تفاوضية نريد سقف زمني لهذه المفاوضات وسقف زمني للتنفيذ حتى لا تكون مفتوحة open ended يعني الأمر الثالث الذي نريد من مؤتمر باريس يعني نريد آلية دولية للمتابعة والمراقبة والتؤكد من التنفيذ مشكلتنا في سلوك التفاوض الإسرائيلي في حكومات المتعاقبة أنه كلما توصلنا إلى اتفاق يخرج علينا رئيس وزراء إسرائيلي للقول ليس هناك مواعيد مقدسة والانتقائية في التنفيذ نحن نعرف أنه عندما تتوصل إلى اتفاق أنت تدفع وتأخذ وبالتالي يعني هذه الاتفاقات يجب أن تحترم هناك مواعيد كان يجب أن نتهم مفاوضاتنا للانتقالية مع إسرائيل حسب مواعيد إسرائيل سنة 1999 يعني قبل 18 عام من اليوم وبالتالي قالت إسرائيل ليس هناك مواعيد مقدسة طب إذا أنا خلفت من الاتفاق إسرائيل لها أسنان تغلق غزة تغلق أريحة تمنع الحركة طب أنا إذا خلفت إسرائيل الاتفاقات شو أعمل عم بكتب للأفروف وبكتب للأمريكان وبكتب للفرنسيين والبريطانيين أريد آلية دولية follow up mechanism يضمن لي تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه يراقب كفية التنفيذ هذا من حقنا إذا أردنا من فعل عملية سلام ذات مصداقية لابد من معايير ومرجعيات محددة وهنا واضح المرجعيات حددها القرار 23-34 نريد سقف زمني لهذا المفضل التنفيذ ونريد آلية للمتابع وهذا ما أطمح لهم وتمار باريس يا أخ سلام أنا لست متحدثا باسم روسيا لأعرف أنا بعرف أنه عندما ذهبنا إلى مجلس الأمن بمشروع القرار 23-34 وكنت أنا شخصيا على التصال مع الأصدقاء في روسيا لم يكن في لحظة واحدة أي تردد لدى روسيا من تصويت هذا القرار لم يكن وأنا للتاريخ أقول وكنت أتحدث مع السيد فرشينيا حول كل نصوص القرار لم يكن في ثانية واحدة تردد من قبل روسيا للتصويت على هذا القرار أما ما بعرفش أنا عقدت الأمور في إيش عقدت الأمور للإدارة القادمة إيش عقدت الأمور بالعكس الذي يريد السلام هذا حدد المبادئ والأسس والركائز المستندة إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لتحقيق السلام العادل القائم على مبدأ دولة فلسطين تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل إلى حدود 67 على فكرة هذا موقف الاتحاد السوفيتي من عام 1948 سبقت روسيا سبقت الاتحاد السوفيتي كل دول العالم بخيار الدولتين الذي لم نقبله نحن كفلسطينيين إلى عام 1988 هذه الحقيقة وبالتالي لم أرى أنا أي تردد في في موقف روسيا من التصويت لهذا القرار وبعرفش مين اتصل معهم مين ما تصلش معهم اتصل نتنياهو اتصل هذا مش يعني تذر تسأله الروسي أنا ما بعرفش أنا شو بس بعرف التصالاتي مع الأصدقاء في روسيا أثماء الخمسة أيام التي سبقت تصويت على القرار كانت روسيا في كل لحظة من اللحظات داعمة ومصوطة لهذا القرار لم يحدث أنه كان في تردد أو سؤال أو استفسار قيل لنا سنصوط للقرار وتم التصويت للقرار أنري ما هو جدول الرئيس للمحالثات الفلسطينية نحن كنا في بيروت أول أمس ككل فصائل عمل السياسي الفلسطيني فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية ولا الجميع محترامي للأسماء التي لا أذكرها واتفقنا لأول مرة على بيان يعني أرجو أن يكون نقاط نقاط ارتكازي وطحة محددة يعني نزلنا من السلوك التفاوضي حول ما الذي نريد أن نحصل عليه قبل الاتفاق إلى مبدأ عملي وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية هذا اتفقنا عليه في بيروت لأننا آمل أنه يعني الأصدقاء في روسيا قالوا لنا مرانا تكرارا أنه نحن مع دولة فلسطينية ولكن يعني يفهموا ما فيش دولة فلسطينية في غزة وما فيش دولة فلسطينية بدون غزة وأيضا لا أحد يقبل دولة فلسطينية دون سلطة واحدة وسلاح شرعية واحدة وسيارة قانون وأنا مرة تانية بقول بثمن عاليا جهد الأصدقاء في روسيا لتمكيننا من اتخاذ الخطوات المطلوبة لأنه لما بقول أنا يعني الدول العبيد لما صالح يعني لما تكون موسكو في دمشق وشنط في دمشق أيضا بدركوا تماما أن الدولة الفلسطينية هي الدفع باتجاه مربع الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة هذه الحقيقة ولكن في النهاية هذا برجع لنا كفلسطينيين وبأمل أنا أن نكون وصلنا إلى الإدراك أن مصلحتنا العليا الآن إن أردنا مواجهة أي تطورات وتحديات أمامنا إسرائيلية أو من ترمب أو من غيره تكمن في نقطة افتكازنا في وحدتنا الوطنية يعني القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة هناك مسؤولية سلطة الاحتلال إسرائيل لا يوجد ما نختلف حوله لا يوجد ما نقتل حوله هناك مبدأ رئيسي يجب أن نكرسه كأبناء للشعب الفلسطيني أنه عندما نختلف ونحن نختلف ونحن نختلف يعني نلجيين على موسكو اللي كانوا في بيروت أكتر من 14 فصيل فلسطيني كبير ومحترم وتاريخ عريق نحن في فلسطين يعني ليس المطلوب من أي واحد من الشعب الفلسطيني أن يرى في عيون رئيسه أو يسمع بيوتنا ويتحدث بلسانه نحن مجتمع قائم على التعددية السياسية ولكن هناك فرق شاسع بين التعددية السياسية وتعدد السلطات وأمل في هذه المرة أن نستغل وجودنا في موسكو ومساعدة روسيا لنا حتى نستطيع تجاوز الكثير من العقبات نحو استخلالنا الأخ فالح سأل أن ريتنياهو بعث لعدم التصويت هل تلمستم ذلك كما قلت لك أخي فالح أنا كنت على اتصال مباشر مع الأصدقاء في روسيا لم أسمع كلمة تردد أو طلب تريث أو ما إلى ذلك كل ما كان يقال لنا عندما كنا نقرأ النصوص التي نريد سنصوت للقرار وهكذا تم وهكذا فعلت روسيا نيكولاي بالنسبة للدولة التركية في المصالحة يعني أيضا تركيا لها مصلحة يعني الآن هناك أيضا نسيت أقول أنقرة في دمشق كمان يعني ولها مصالح وبالتالي هناك نوع من بقولش والله أنه تقارب كامل في وجهة نظر التركية الروسية لا يعني فيه إشي عن بحصل ما بين الجهتين فيه ترتيب للإستانة فيه أمور كثيرة وكلها بالفعل زي ما قال الأخ عادل الأمور مترابطة مع بعضها البعض في النهاية ولكن في النهاية المصالح الفلسطينية هي مسألة فلسطينية بحتة مرة تالتة ورابعة وخامسة بقول أمل أن نساعد أنفسنا أمل أن ندرك تماماً أنه إذا كان لدينا فرصة تاريخية في الخارطة الجديدة أن تكون فلسطين على الخارطة لن تكون فلسطين على الخارطة بدون وحدتنا الوطنية وهذا ما تريد الروسية أن تسمعوا لنا هذا ما قالوا لنا أكثر من مرة يريدون فلسطين على حدود سبعة وستين والقدس الشرقي العاصمة لها على الخارطة لكن بدون الوحدة الوطنية بدون اعتبار الضفة وغزة والقدس الشرقية عاصمة لهم فلسطين قد لا تكون على الخارطة لكن لذلك نحن نأمل في تحقيق المصالحة على هذه الأساس أخ عادل نحن نسعى لحلسة يعني لسلام شامل ودائم وعادل في المنطقة هناك مبادرة سلام عربية هي أفضل ما قدم العرب منذ عام 1948 في العام 2002 قدم مبادرة سلام العربية التي تقول إذا من سحبت إسرائيل من جميع أراضي العربية المحتلة بما فيها الجلان العربي السوري المحتل واستكملت انسحابها ما تبقى للراضي اللبنانية والراضي الفلسطيني المحتلة بما فيها القدس سيصار إلى علاقات عربية لذلك هي جزء من الحل يعني نحن نريد سلام شامل ودائم وعادل ونحن نأمل في يوم من الأيام أن توافق حكومة إسرائيل على مبادرة سلام العربية أشكركم شكرا جزيلا على حضوركم وأشكركم على استضافتكم والآن علي أن أتوجه إلى المطار للمغادرة وشكرا جزيلا لاستضافة في روسيا شكرا